هناك العديد من الأسئلة تدور في ذهن الإنسان تختص بالأموات وهل يشعر الميت بزيارة أهله وهل يرد السلام على من يزوره في قبره ويتساءل بعض عن حكم زيارة القبور والسلام على أهلها وكيف يقضي الميت أيامه في القبر كل هذه التساؤلات نسردها معا في هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم أهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتساءل البعض هل يشعر الميت بزيارة أهله وهل يرد الميت السلام على من يزوره في قبره أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الميت يشعر بزيارة أهله له وهو في قبره حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت عندما يزوره أحد من أهله فهو يشعر به وبزيارته والميت يشعر ويستأنس ويفرح بمن يزوره ويرد عليه السلام كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحب للمسلم زيارة القبور والسلام على أهلها والميت يعرف الذي يسلم عليه ويرد عليه السلام كما أن الموت يتقابلون في عالم البرزخ وهو العالم الذي يتخلل الفترة من الموت إلى يوم القيامة وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الروح يسلكها الله في البدن في الحياة الدنيا فتوجب له حسا وحركة وعلما وإدراكا ولزة وألما ويسمى بذلك حيا ثم تفارقه في الوقت المقدر أزلا لقطع علاقتها به فتبطل هذه الأصار ويفنى هيكل البدن ويصير جمادا ويسمى عند ذلك ميتا لكن الروح تبقى في البرزخ وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال هل يشعر المتوفى بالزيارة أن البرزخ هو ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة من يوم الموت إلى يوم البعث والنشور حية مدركة تسمع وتبصر وتسبح في ملكوت الله حيث أراد الله وقدر لها وتتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها سواء كانت أرواح أحياء أم أرواح أموات وتشعر بالنعيم والعذاب واللزة والألم بحسب حالتها ونقلت ما قاله ابن القيم في كتاب هزاد المعاد أن الموتى تدن أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات ورؤية أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة وبه وردت الأحاديث والآثار وأضافت اللجنة أن الميت يشعر بمن يزوره مستشهدا بما رؤية عن أحد الصحابة حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية أخرجه مسلم في صحيحه وعن إجابة سؤال هل يشعر الميت بمن يزوره ومن يسلم عليه روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقتل بدر ثم نادهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا أي صاروا جيفا فقال صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما أما عن حكم زيارة القبور والسلام على أهلها أكدت اللجنة أن زيارة القبور والسلام على أهلها يستحب للمسلم زيارة القبور والسلام على أهلها والميت يعرف المسلم عليه ويرد عليه السلام وذكر الإمام النووي قال أصحابنا رحمهم الله يستحب للزائر أن يدنوا من قبر المزور بقدر ما كان يدنوا من صاحبه لو كان حيا وزاره ونقل الإمام ابن القيم في الروح قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم در قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد والسلف مجمعون على هذا وقد توطرت الأثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به أما عن معنى الموت أوضح أن الموت ليس معناه فناء الإنسان تماما ولا هو إعدام لوجوده الذي أوجده الله له بل إن الموت حالة من أصعب الحالات التي يمر بها الإنسان حيث تخرج فيه روحه لتعيش في عالم آخر فخروجها من الجسد الذي كانت بداخله صعب فالموت هو مفارقة الروح للجسد حقيقة قال شيخ الإسلام الغزالي في إحياء علوم الدين ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها أما عن كيف يقضي الموت أيامه في القبر فإن القبر هو أول منازل الآخرة حيث أن الإنسان فيه يبشر بمكانه في الجنة أو منزله من النار فإن كان العبد مؤمنا لقي في قبره الراحة والفسحة والسعادة وإن كان كافرا عاصيا فاسقا لقى نتيجة بعده عن الله في قبره وتكذيبه بما أرسله الله وجاء به الأنبياء وإن كان المسلم الذي دخل القبر قد اقترف زنوبا يسيرة فإن له في هذه الحالة معاملة أخرى تبدأ حياة الميت الثانية بعد دخوله القبر فلا تنتهي الحياة بموت الإنسان في حقيقة الأمر بل إنه ينتقل من حكم عن الحياة الدنيا بطريق الموت إلى الحياة الآخرة التي أولها القبر والقبر ليس إلا طريق عبور بين الدنيا والآخرة فإن جاء أمر الله وقامت الساعة فحينها ينتقل أهل القبور إلى مرحلة أخرى هي مرحلة العرض والحساب وتوزيع الجوائز والمنازل بين الجنة والنار أما عن حياة الميت في البرزخ فإن الحياة البرزخية هي التي تكون بعد موت الإنسان إلى بعثه وسواء قبر أو لم يقبر أو احترق أو أكلته السباع والذي يدل على هذه الحياة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت بعدما يوضع في قبره يسمع قرع نعال أهله كما جاء في الحديث وهذه الحياة إما أن تكون نعيما وإما أن تكون جحيما والقبر فيها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والذي يدل على النعيم والعذاب فيها قول الله تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غضوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم قال ابن مسعود إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تحشر عن النار بالغدات والعشي فيقال هذه داركم وجاءت العديد من النصوص القرآنية في إثبات ما يمر به العبد بعد دخوله القبر من مراحل بين السؤال والحساب والنعيم والعذاب فمن كان في حياته قريبا من الله سبحانه وتعالى متعلقا فيه مرت عليه تلك المراحل سالسة يسيرة ومن كان فيها غافلا عن الله عاصيا له مطيعا لهواه ورغباته فإنه سيلقى أقصى أنواع العذاب والحساب والسؤال من قبل ملائكة الله ومن آمن بالله حق الإيمان فإنه سيدخل قبره آمنا مطمئنا فإذا ما سأله الملكان أجابهما بسبات وسكينة واطمئنان وذلك لما كان منه من الإيمان والطقوة والعمل الصالح وحسن الاستعداد للآخرة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إذا أنزل الميت إلى القبر ثم انصرف عنه أهله أتاه ملكان مبعوثان من الله سبحانه وتعالى ليسأله بعض الأسئلة وبناء على إجابته على أسئلتهم يكون مصيره في القبر الذي سيوصله إلى مصيره المحتوم في الآخرة فإذا أتى الملكان للميت بعد انصرف الناس عنه أقعداه في موضعه في القبر ثم سألاه عن ربه من هو فإن كان مؤمنا أجاب بسبات وثقة ربي الله فيسألانه عن نبيه فيجيب نبي محمد فيسألانه عن دينه فيقول ديني الإسلام حتى إذا انتهي من الأسئلة رأى منزله من الجنة جزاء ما كان منه من الصلاح والطقوة أما الكافر والعياذ بالله فإنه يجيب بعد كل سؤال من تلك الأسئلة بقوله ها ها لا أدري فيرى مقعده ومكانه من النار والعياذ بالله جزاء اتباعه لهواه وكفره بما جاء به الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه وهناك سؤال هل يستمر عذاب القبر إلى قيام الساعة يثبت ذلك فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرع عالهم أته ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويدرب بمطارك من حديث ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير السقلين بعد أن ينصرف الملكان عن الميت بعد سؤاله ويرى مكانه في الجنة أو النار تبدأ حياة القبر فإن كان العبد مؤمنا وصع له في قبره ورأى من مظاهر النعيم واللزة ما يجعله يتمنى قرب قيام الساعة لينتقل إلى النعيم الأكبر في الجنة أما الكافر والفاسق فإنه وبعد سؤال الملكين له وعرض منزلهم من النار يتمنى أن لا تقوم الساعة حتى لا يدخل النار فيضيق عليه قبره ويشعر بالعذاب الذي يأتيه من كل مكان ومن أشد العذاب أنه يرى مقعده من النار في الصباح والمساء قال تعالى النار يُعرضون عليها غضوا وعشية والآن نتحدث عن الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت أولا الدعاء والاستغفار له وهذا مجمع عليه لقوله لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين صبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رأف الرحيم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ثانيا الصدقة وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت ويصله سوابها سواء كانت من ولده أو من غيره عن أبي هريرة رجل الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم ثالثا الصوم لما رواه البخاري ومسلم عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أم ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى رابعا الحج لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أم نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضى الله فالله أحق بالوفاء خامسا قراءة القرآن وهذا رأي الجمهور من أهل السنة وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعية إلى أنه يصل فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل مثل سواب ما قرأته إلى فلان وقال الإمام أحمد بن حنبل الميت يصل إليه كل شيء من الخير أرجو أن تكون المعلومات أفادت حضراتكم وإن شاء الله يكون لنا فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة